بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في خدمة دروس عنوان درسنا اليوم تكافؤ الكسور الاعتيادية والكسور العشرية الجزء الأول سنتعلم بإذن الله إيجاد كسر عشري يكافئ كسرا اعتياديا ذهب أسامة ووالده في رحلة بالسيارة فقال أسامة إن عداد المسافة يبين أنهما قطع خمسة عشر الكيلومتر وقال والده أنهما قطع نصف كيلومتر هل يمكن أن يكون كل منهما على صواب؟ عندما يدل الكسر الاعتيادي والكسر العشري على المقدار نفسه يقال أنهما متكافئان وهناك مفهوم أساسي وهو أن هناك مجموعة من الكسور المتكافئة المشهورة التي نعرفها مباشرة دون الحاجة إلى الحساب وهو عن طريق الحفظ والفهم لاحظ هنا واحد على ثنين يكافئ خمسة عشر واحد على أربعة يكافئ خمسة وعشرون جزءا من مئة ثنين على أربعة يكافئ خمسة عشر وهو النصف ثلاثة على ستة أيضا النصف فالثلاثة نصف الستة تكافئ النصف وهي خمسة عشر واحد على خمسة يكافئ عشرين ثنين على خمسة يكافئ أربعة عشر ثلاثة على خمسة تكافئ ستة عشر وأخيرا أربعة على خمسة تكافئ الثمانية عشر هذه بعض المفاهيم الأساسية التي تساعدنا في إيجاد التكافئ بشكل سريع والآن سوف نستعمل في المثال الذي عرضناه قبل قليل أسلوب الشبكة شبكة الأعشار وشبكة الأجزاء المئة لنبين التكافئ لاحظ أن الأعشار هنا وهذا الشكل مقسم إلى عشر أجزاء متطابقة حينما نقول خمسة عشر فإننا نبلل خمسة أجزاء من الكل وهو عشرة أجزاء ونعبر عنها بالعشر بكتابة صفر من اليسار فاصلة خمسة إلى اليمين وهذه تقرأ خمسة عشر وتساوي خمسة على عشر وفي الأخير تساوي النصف وكذلك إذا استخدمنا شبكة الأجزاء من مئة فإننا نبلل خمسون جزءا من الكل وهو مئة وهذا يعطينا كتابة من اليسار إلى اليمين صفر فاصلة إلى أسفل خمسة صفر وهي خمسين ولكن طريقة القراءة الصحيحة خمسون جزءا من مئة وهي تساوي خمسون على مئة وتساوي الخمسون على مئة واحد على اثنين أو النصف هيا لنأخذ هذا المثال أكتب كسرا اعتياديا وكسرا عشريا يعبراني عنه الجزء المضلل أولا نبدأ بالكسر الاعتيادي لاحظ أنه يوجد لدي جزئين مضللة من الكل مع المضلل وهو عشرة أجزاء فنقول اثنين على عشرة ولكتابة هذا الكسر في أبسط صورة فإننا نقسم البسط والمقام على عدد بحيث يقبلان القسم عليه والعدد الأفضل هنا هو الاثنين فنقسم اثنين تقسيم اثنين والعشرة تقسيم اثنين الناتج سيكون واحد على خمسة كيف عرفنا ذلك؟ اثنين تقسيم اثنين واحد عشرة تقسيم اثنين خمسة أما الطريقة الثانية وهي الكسر العشري فكما تعلمنا سابقا في درس الأعشار فإننا نقول من اليسار إلى اليمين كتابة صفر فاصلة لأسفل اثنين أو عند القراءة نقرأها عشرين فالمضلل هنا اثنان فقط من عشرة أعشار تمرين واحد اكتب كسر اعتيادي وكسر عشري يعبراني عن الجزء المضلل نبدأ أولا بالكسر الاعتيادي هنا شبكة الأجزاء من 100 عددها 100 لذلك نعرف أن المقام في الكسر الاعتيادي سيكون 100 أما البسط فسيكون بالأجزاء المضللة وهي عمود كامل والعمود في 10 أجزاء فنقول الكسر الاعتيادي 10 على 100 وال10 على 100 نستطيع أن نكتبها في صورة أبسط بأن نقسم البسط والمقام على 10 فنحصل على كسر جديد أبسط من 10 على 100 وهو 1 على 10 ف10 تقسم 10 تساوي 1 و100 تقسم 10 تساوي 10 الطريقة الثانية وهي الكسر العشري مباشرة أكتب عدد الأجزاء من 100 هنا وهي 10 ولكن عن يمين الفاصلة بهذه الكيفية ونستطيع أن نكتب العشر أجزاء من 100 بصورة أبسط وهي 10 واحد الصفر الذي يوجد عن يمين الفاصلة ليس له قيمة فآخر صفر هنا ليس له قيمة وبالتالي نستطيع أن نكتب عشرة من 100 على هيئة 10 تمرين 2 أكتب كسراً اعتيادياً وكسراً عشرياً يعبراني عن الجزء المضلل نبدأ أولاً بالكسر الاعتيادي ربع لأنه يوجد لديه جزء واحد مضلل من الكل وهي 4 1 2 3 4 أما الكسر العشري فمن خلال مفهوم الأساسي السابق أعرف أن الكسر العشري الذي يمثل الربع هو 25 جزءاً من 100 تمرين 3 أكتب كسراً اعتيادياً وكسراً عشرياً يعبراني عن الجزء المضلل أولاً الكسر الاعتيادي هو 9 على 10 أما الكسر العشري فهو بكل سهولة 9 أعشار لحظة المقام هنا عشرة مباشرة التسعة تعتبر 9 أعشار ونكتبها بهذه الصورة تمرين 4 أكتب كسراً اعتيادياً وكسراً عشرياً يعبراني عن الجزء المضلل لاحظ أن الكسر الاعتيادي سهل جداً بأن نكتب البسط للأجزاء المضللة وهي 3 والمقام الكل وهي 5 إذن سيكون لديه 3 على 5 أما الكسر العشري فمن المعلوم سابقاً من خلال المفهوم الأساسي أن الثلاثة أخماس هي عبارة عن 6 أعشار إذن الكسر 3 على 5 يساوي 6 أعشار وللتوضيح أكثر 3 على 5 كيف نحولها لأعشار بأن نجعل المقام عشرة أو مئاه إذا لم نستطع أن نجعلها عشرة ولكن بالفعل نستطيع أن نجعل الخمسة تصبح عشرة إذا ضربناها في 2 ولكن نضرب البسط أيضاً في 2 فنحصل على كسر جديد مكافئة إلى 3 على 5 وهو 3 ضرب 2 تساوي 6 و 5 ضرب 2 تساوي عشرة وبالفعل 6 على عشرة هي الستة أعشار تمرين 5 أكتب كسراً اعتيادياً وكسراً عشرياً يعبراني عن الجزء المضلل الكسر الاعتيادي هو 3 على الكل وهو 4 إذن 3 على 4 أما الكسر العشري فهو 75 جزءاً من 100 كيف توصلنا إلى ذلك؟ من خلال معرفتي لهذا المفهوم الأساسي أو بأن نضرب الأربعة في عدد يجعلها تصبح عشرة ولكن إذا لم نجد عدد يجعل الأربعة تصبح عشرة فنبحث عن عدد يجعلها تصبح 100 وبالفعل لا يوجد عدد يجعل الأربعة تصبح عشرة عن طريق الضرب ولكن يوجد عدد يجعل الأربعة تصبح 100 ما هو هذا العدد؟ هو العدد 25 نضرب البسط والمقام في 25 لنحصل على كسر جديد مكافئ لـ 3 على 4 وهو 75 على 100 فـ 3 ضرب 25 تساوي 75 وـ 4 ضرب 25 تساوي 100 إذن الكسر الاعتيادي 75 على 100 يساوي 75 جزءا من 100 وبالفعل هذا التمثيل كما تلاحظون هنا 75 جزءا مضلل من الكل وهو 100 جزء وهذا مطابق تماما ومكافئ لهذا الجزء في الأربع جميل جدا أحسنتم ومبارك الله فيكم والآن وصلنا إلى مرحلة التقويم صل التمثيل بالكسر الاعتيادي والكسر العشري الصحيح في كل مما يلي هنا لدينا 7 أجزاء مضللة من الكل وهو 10 إذن سيكون لدي الكسر الاعتيادي 7 على 10 والكسر العشري هو 17 نأتي للتمثيل الآخر هنا عندي 10 20 30 40 فكل صف يحتوي على 10 أجزاء مضللة إذن سيكون لدي 40 على 100 في الكسر الاعتيادي وسيصبح لدي 40 على 100 هي عبارة عن 40 جزء من 100 أو 14 وهي هذا التمثيل 14 وأخيرا لدي هنا جكل مقسم إلى 5 أجزاء فالمقام هنا 5 والجزء المضلل 1 فقط فالبسط هنا 1 إذن هذا التمثيل هو 1 على 5 وبالأعشار كما يعرف من المفهوم الأساسي هو 20 تعلمنا اليوم إيجاد كسر عشرين يكافئ كسراً اعتيادياً وقلنا أننا نستعمل التمثيل لإيجاد التكافؤ أو نستعمل في بعض الكسور المشهورة الحفظ والفهم وهناك مجموعة من الكسور الاعتيادياة المشهور أن لديها كسور عشرية تكافئها نشكر لكم متابعتكم ونتمنى لكم التفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته